السلام عليكم جميع المنتخبات في العالم كل منتخب يمر فترة محترمة فترة زاهية فترة ممتازة وفترة دون المتوسط يعني يمر على جميع منتخبات العالم المنتخب البرازيلي الألماني الإيطالي الفرنسي الإسباني اللي هو وانت هابط حتى تكشل أسوأ المنتخبات وأضعف المنتخبات في العالم لكن كل منتخب ويمر لك تجي فترة يمر فترة زاهية ويقوم بإنجاز وكل منتخب والإنجاز متاعه متنجمش تقارن إنجاز بإنجاز على سبيل المثال المنتخب الجورجي لأول مرة يتأهل الكأس أوروبا المساعد كما نعرف ولعبنا السابقة عادلة الشادلي لكن كنجي ونشوفوا تاريخ المنتخب الجورجي تلقاه إنه يتأهل التصفيات كأس أوروبا يعتبر بالنسبة لها إنجاز المنتخب التونسي كيف كيف في السابق كان يقوم ببعض الإنجازات كان مثلاً يجي فترة محترمة وصل 96 ما وصلنا لكاس نهائي كأس أفريقيا ونهزمنا أمام منتخب جنوب أفريقيا كيف قبلها وصلنا لنهائي كأس أفريقيا وتحصلنا على كاس أفريقيا 2004 يعني في فترة معينة المنتخب التونسي كان يقوم بعض الإنجازات لكن الفترة الحالية نحكيه من بعد كاس كأس أفريقيا 2004 النكسة وأقوى إنجاز قمنا به إنه وصلنا النصف نهائي كأس أفريقيا اللي بمقارنة بتاريخ المنتخب التونسي راهو إنك توصل النصف نهائي كأس أفريقيا راهو ما يعتبرش إنجاز لأنه الإنجاز بالنسبة للمتخب التونسي تفوز باللقب دون ذلك ما يتسميش إنجاز يعني المنتخب التونسي الفترة الأخيرة اللي حبينا نقوله عليه ولا منتخب عادي وأكثر من عادي وين المشكل؟ المشكل في شنو يتمثل؟ المشكل يتمثل في العقلية في عقلية المدربين اللي على رأس المنتخب التونسي تصور أنت المنتخب التونسي يلعب لك الدفاع علش يلعب في الدفاع؟ على خاطر الدفاع دي ما أسهل من الهجوم المدرب يلعب لك خطة دفاعية أسهل أسهل من أنه يلعب لك بخطة هجومية ويلقى الحلول ويسجل إلى الأهداف إنك ما تقبلش أهداف أسهل من أنك تسجل أهداف يقول القاية الميذالي يقول لك القاية ل المنتخب التونسي ما عندوش ملعبية نجموا نلعبوا بيهم الهجوم ليه؟ في الفترة الحالية عدنا مهاجمين عدنا سايف بلطايف عدنا للوافد الجديد ليسا ليساعد يعني عدنا عدنا ملعبية قادرين إنه نبنيوا بيهم ونلعبوا بيهم الهجوم ومع هذا في الدورة الأخيرة شفنا المنتخب التونسي يلعب بطابع الدفاعي بحث والأدهو والأمر واللي أكثر من هذا والمؤسف خليونا نقوله بعد يخرجوا لك يقول لك تونس إيطاليا إفريقيا يعني كذبة وصدقناها باها يا أخويا كي تونس إيطاليا إفريقيا الطريقة اللعبة متاع المنتخب الإيطالي فازوا بها بأربع مرات كأس عال ومنعرش قديش من كأس أوروبا فاز المنتخب الإيطالي أعطيني تراها المنتخب التونسي شنو أعمل أعطيني شنو أعمل بتريقة لعب المنتخب الإيطالي معمل شي لذي طريقة لعب المنتخب التونسي عمرها ما كانت طريقة لعب المنتخب الإيطالي ممكن في فترة معينة معا مثلا روجيلو ميرد يمشي معاك لكن بعده الكله بقا بلا بلا وكذب في كذب طريقة لعب المنتخب التونسي هي طريقة عشرة التالي وسكر اللعب وحاول ما تقبلش ولعب على الكونتر اتاك على سبيل المثال سهيل سي سهيل بالرادية يجي نسمعهم أبعضنا شنو قال في الموضوع هذي ونصدقها لحكاية وبعد بينا باللواعي متاعنا كيف كيف نصدقوا لأنه المنتخب التونسي هو منتخب إيطاليا إفريقيا كيفية جاءت هذي يا الله أعلم نلعبوا بثلاثة في اللاكس تقول لي سلبي وسلبي شتو مش مش من سلبي ما تروا سلبي يفرضوها لك بسي كي نلعبوا رانا بثلاثة في اللاكس معاش تقول لي نلعبوا بثلاثة رانا بش نلعبوا بخمس الرفليكس ديفونسيف اللي تخلق من ماتش كرواتيا وقعد دي سيكون سيرفي في الماتش الثاني وخسرنا الكورة وكان وخير منا لما دوزين ميتون عملوا ريكسيون يقعد أكبر مشكل في المنتخب وللي يوم الدين مشكل ذهني بالأساس كنت في الليكيب ناسيونال الماتشوات متع ناميبيا ومتع نيوزيلندا ومتع ما نتعديه مش تحطنا مع فرنسا ميكال نعملوا ترحي الدرج مع أولاندا حتى في عبدا توقلك مع ناميبيا نيوزيلندا مع المنتخبات هذية ما نتعديه وتعديه ضد المنتخبات الكبيرة في الماتشاميكو علش على خاطر المنتخب التونسي دفاعيا نحكي دفاعيا يلعب لك بخمسة لتالي وستة وسبعة حتى ملعبية لتالي مع المستوى محترم من بعض الملعبية قادر أن يسكر لك لكن هذا فين هذا مع المنتخبات في المقابلات الودية في المقابلات الودية وقت اللي تحب تلعب اللعبة متاعك وبش تهاجم ويزمك ضد المنتخبات اللي فنيا أفضل منهم والملعبية اللي عندك أفضل برشة من الملعبية الموجودين مع المنتخبات الأخرى كيف ناميبيا وكيف نيوزيلندا عليش ما ننجموش رواحنا ما يجي لحكاية ذهنية لحكاية إنه عادنا مدربين اللي شادين المنتخب التونسي الفكر متاحهم محدود مزالك عام ستين وعام ثلاثين يفكرلك فكر الحقبة هذيك ما عندوش حقبة جديدة متاع جوارديولا وكلو كلو كلو بلابلارا حتى لو كان كلم على البلاتويت تسمعوا كيفاش يحكي وكذا ومنعرش نوة ومنغادي ونميريك وبرابول وكذا تقول والله ما شاء الله المدرب هذا على أرضية الميدان تولي حاجة أخرى تولي تخمام آخر يولي تخمام منتاع ما نقبلش هذيك عليش ضد المنتخبات الضعيفة ما نلقاوش رواحنا على خاطرنا ما ناش قادرين هجوميا بش نصنعوا الفرق كيفاش الحكاية مالا بش المنتخب التونسي ينجح ضد المنتخبات هذي تحب المنتخب التونسي ينجح ضد المنتخبات الضعيفة يجب أن يحاول يلقى الحلول ضد المنتخبات القوية ضد المنتخبات الأفضل منه ومش مشكل راه وما حبيناش نفع محاجة مش مشكل ضد المنتخبات القوية يا نقبلنا خمسة ضد البريزيل شنو وفاية الدنيا ما وفاية ش الدنيا مش مشكل ضد المنتخبات القوية منتخب كرواتي منتخب فرنسي منتخب ألماني نحاول ونلقاو الحلول الهجومية قدامهم ونحلوا شوية اللعب ونقبلوا الاهداف لكن بالطريقة هذية مع مدرب خشين عنده فكر هجومي قادر وقت اللي تلعب ضد منتخبات ضعيفة تلقى روحة كما هي معلمة تصور انتي هكا هز خلط السالم تعم مسكيلاسيون وهز معلمة جهدك جهدك قادر تهز 30 كيلو 30 كيلو قادر تمشي مش ترزن تهز تحاول تهز خمسين ما تنجمش تهزها خمسين اما ما اللي كنت تهزك 30 تولي تهز 35 30 شو بها حلوة 25 ما تحكيش عليها هذي كهية رأو البشر في كل شي انتي اليوم تلعب ضد منتخب قوي وتحل اللعب قدامه وتحاول تلقى الحلول الهجومية مبعد ضد المنتخبات اللي كيفك وقل منك وكل شي تولي لعبة حلوة تولي لعبة سهلة تلقى الحلول على خاطر انتي حاولت مش تلقى الحلول ضد المنتخبات الافضل منك تسهل عليك ضد المنتخبات الاضعف منك كما انتي وقت اللي تلعب ضد المنتخبات الاقوى منك وحتى المنتخبات اللي في ندك وسكر سكر 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 وشدها مقابلة واثنين وثلاثة واربع وخمسة وسكر بعد وقت اللي جيك مقابلة سهلة يزمك انتي الي تصنع اللعب بتبيعة ما تنجمش يا سي سوهيل بالرادية نيجيريا مورسوات الكبار حيدر موجودين تونس موجود عليش خاطر جوار التونسي ويحب التشالنج ويحب ديما التشالنج نحن نخص موجودين خمسين في المائة وصلنا فترات وهم ثماني بالمائة وحنا عشرين وصلنا اخر الماتش اخر الماتش اللي يقع دار التونير اخر الماتش وهم 56% وحنا 44% ما عالعلم انو الدزيم ميتان او دزيم ميتان 59% التونس مع كرواتي يعني بتعرف كين حقوا برانا نلعب ورانا نلعب ايه مصر حلت اللعب ضد كرواتيا وكلية طاربع اما سجلة زوزهديث غدوة مصر وقت اللي يتلعب لك ضد منتخب متواضع في القارة الافريقية وفي كاس افريقيا قادر انو يلعب ضده الهجوم ويسجل ويتأهل للدور الثاني وكيف ما وصل صحيح خرج جرى وفي كاس افريقيا الحالي لكن كان افضل منه لكن كاس افريقيا اللي قبلها المنتخب المصري وصل للنهائي وانهزم بضربات الجزاء امام المنتخب السينيجالي يعني كيف ما فاز المنتخب السينيجالي بكاس افريقيا عادي جداً المنتخب المصري كان هو اللي يفوز بالكاس افريقيا يعني كاس 2022 في الكمرون عادي وقتين يقولوا راهوا فيز بها المنتخبة المصري بما أنه نهزم بضرباته الترجيح أمام المنتخبة سينيجالي فهمتوا توا ولا بتبعملش نحكي فهمين بعضنا احنا لكن كما سويل بالرادية فهمت علش المنتخب المصري يخسر لك مثلا ضد المنتخبات الكبيرة لكن ضد المنتخبات في المتناول اللي نلقاو ضدها احنا صعوبة المنتخب المصري خويل باهم يلقاش ضدها صعوبة راه معروفة كما معناها مش نرجعوا نفس الموضوع وريني الالقاب اللي فاز بها المنتخب الاطالي والالقاب اللي فاز بها المنتخب التونسي بنا حكيش عليه كقوس عالم بها منتخب التونسي ما لكن في القرى الافريقية شوف انتي ايطاليا أشع fastest وشوف تونسا ايطاليا افريقيا رانا عالاقل ثم ثلاثة كؤوس افريقية ورانا ثمة خمسة ستة مرات وصلنا للنهائي ثم هذا ما 형وميش لذا ما نجموش عنها تونس ايطاليا افريقيا هذي وصدقناها ممكن وصلنا في فترة معينة قبل لما توى تونس تعرف شكون تونس جورجيا افريقيا تونس توى من عارش ولا من عارش عارفين شكون المنتخبات متاع اوروبا ما تونس جورجيا افريقيا تونس رومانيا افريقيا تونس بلغاريا افريقيا ماش ندخلنا في ايطاليا اخوي الغول برا اخويك العادل بايري متبقى كمشي قولكم تحية تونس تونس جورجيا افريقيا تونس جورجيا افريقيا